اشتركوا في القناة جديد لتنمية وتطوير هذه العلاقات في مستوياتها السياسية والاقتصادية والتجارية هناك طبعا ترحاب كبير بالنسبة لشراكة الصين الصين لها علاقات تاريخية بالاقليم باكمله ومع الاشقاء في منطقة الخليج تحديدا اعتقد ان هذه القمة ستدشل مرحلة جديدة في مسارات واتجاهات العلاقات العربية الصينية وسيبنى عليها سينيريوهات جديدة وعيدة الصين تتحدث عن مقاربات للمبادرات التاريخية الخاصة بحزان مطرية ايضا هناك استراتيجيات التكاملية الممتدة بسنوات 2030 استراتيجية السعودية اعتقد مهم جدا ان احنا الان نحدد نمط تحالفاتنا العربية هناك فرصة ذهبية للدول العربية حضرتك في سياغة فكرة ورؤية وتصور جديد تجاه التعامل مع القوى الكبرى الرئيسة في الاقليم سواء كان الصين او روسيا او الولايات المتحدة نعم دكتور طارق ما هي توقعاتك لمخرجات القمة العربية الصينية؟ اهم هذه المخرجات هو اعادة تقديم الصين للاخليم بمعنى اننا نكون شرقاء ساعدي لعدم هناك فتوات بوزلات في طوال السطرة الماضية لتقريب مجهات النظر الصين لها مواقف جيدة بالنسبة للقضايا العربية سجاه اغلب القضايا العربية سواء كان في الملاثات العربية المفتوحة او في تطوير منظومة العلاقات العربية الصينية بصورة كبيرة الصين يبحثون عن شرقاء في الاخليم وطبعا الشراقة مع الدول العربية مهمة لا نتحدث هنا عن فرص استثمار وعدة او منظومة التعاون الاقتصادي او استثمارات متعددة المجالات فقط ولكن نتحدث عن مصار جديد الصين تريد مقاربات مختلفة وتريد ان تنقل رسالة للعالم بان الصين قوة حاضرة هكذا خرجت محرجات الحزب الشيوعي الصيني في السابيع الاخيرة واكد على طبيعة نمط العلاقة بين الصين وبين الدول المهمة منها واحنا طبعا اقليم مهمة للغاية واعتقد انه الجانب الصيني سياسة على هذا هم هذه المقاربات في تأييري هي وجود اليات تنفيذ لأغلب ما سوف يتم الاعلان عنه لانه ما يتم الآن في اطار منظومة العلاقات التجارية الاقتصادية والسلس مارين جيد ويبنى عليه ويؤكد بطبيعة الحال على أخصصية العلاقات العربية وخصوصا الخليجية مع الجانب الصيني نعم من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسي بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك